أكثر من 450 طفل نحتجز في ملجأ ومدرسة للأطفال في مدينة زامورا في ولاية ميتشوكان غربي المكسيك تمكنت السلطات المكسيكية من إطلاق صراحهم عقب تزايد أدلة على ارتكاب اعتداءات جنسية وإهمال وأوضاع معيشية لا يمكن احتمالها وتقول الشرطة أنه كان يوجد من بين المحتجزين أكثر من مئة شخص بالغ ويقول رئيس وكالة التحقيقات الجنائية الأطفال الذين ولدوا داخل الأسرة كان يتم تسجيل أسمائهم عن طريق المؤسسة محال دون تمكن الأبوين البيولوجيين من اتخاذ أي وصاية أو قرار بشأن الأبناء بذريعة أن الأطفال سيسمح لهم بالذهاب متابل عصن القانونية وكان الأطفال يجبرون على التسول ويعانون من الانتهاكات الجنسية وكان يتم تغذيتهم بمواد غذائية فاسدة ويخضع مسؤولون في الملجأ إلى التحقيق وهم يواجهون اتهامات بسلب الحرية ترجمة نانسي قنقر